أعضو نقابة الصحفين العراقيين هادي جلو مرعي مرحبا بحضرتك أستاذ هادو بداية برأيك ما رأيك بحزمة الإجراءة التي أصدرها السوداني للصحفين حزمة من التسهيلات منها تسهيلات تخص الأنترنت تسهيلات تخص مرور الصحفيين من خلال نقاط التفتيش الأمنية إلى آخره ما رأيك بها نعم شكرا جزيلا تحدثنا عن هذا طويلا خلال اليومين الماضيين في أكثر من وسيلة إعلامية واليوم ربما نختتم ذلك في قناة الفلوجة الغراء لنفيذ ربما في الحديث عن أهمية عيد الصحافة وأهمية ما طرح من آراء وأفكار وتوجهات حكومية جديدة في الواقع سمعنا الكثير من الأحاديث من رؤساء الحكومات العراقية السابقين منذ عام 2003 وحتى اللحظة وللأسف الشديد أغلب تلك الأحاديث لم تترجم على الواقع لكن ما يبعث التفاؤل أو يدفع على التفاؤل في ما طرحه السيد رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني هذه المرة وأن هناك إجراءات وحزم إجراءات وتخذت وتدابير في مجالات وقطاعات مختلفة اقتصادية وإمنية وسياسية واجتماعية واستثمارية خلال الأشهر الستة الماضية وكما تعلم فأن الصحافة والإعلام في العراق وفي العالم هي شريكة للحكومات والبرلمانات والهيئات والمؤسسات الحكومية ليس بمعنى الشراكة في الحكم ولكن الشراكة في صناعة الرأي والتنوير وإيصال المعلومة ودعم إجراءات الحكومة في محاربة الفساد والتنوير بقضايا الدولة وهمية عرض الإيجابيات وربما التسويق والترويج والإعلان والدعاية للدولة كواجهة اقتصادية وواجهة استثمارية واعدة مقبلة خاصة وأن العراق يشهد تحولا كبيرا هذه المرة وهذا ربما ما يدفع إلى القول بأن إمكانية ترجمة كل هذه الكلمات التي قالها السيد الرئيس الوزراء والسيد نقيب الصحفيين الرئيس السحر الصحفي العرب والأستاذ مائد الامي إلى واقع أنا شخصيا متفائل بذلك لأن ما قام به السوداني في مجالات وفي قطاعات أخرى كان واضحا في مدى المصداقية وبالتالي نحن نتفائل بهذه التصريحات ونعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية وتعاملنا مع السيد السوداني منذ عام 2003 في ملفات مختلفة ومنذ كان وزيرا لحقوق الإنسان والعمل والصناعة وفي قطاعات برلمانية وفي قطاع الاتصالات وفي قطاعات أخرى وبالتالي نرجوه أن تترجم تلك الأقوال إلى واقع وهذا كما قلت مأمول جدا من حكومة السيد السوداني الرجل يعني وجه حقيقة بتسهيلات عديدة لكن لا أحد يتطرق إلى مثلا حرية الوصول إلى المعلومة إلى محاسبة من ارتكبوا جراء بحق بعض الصحفيين إلى الدور الذي تلعبه بعض الجهات المتنفذة للتضييق على الصحفيين لا أحد يستطيع الوصول إليها أو المساس بها ما رأيك بكل هذه أطروحات طبعا أنا برأيي أنه لب الموضوع هذا هو يعني لأن الصحافة هي حرية التعبير وقدرة على الوصول إلى المعلومة وغير ذلك يعني شروح للكلمات وللمعاني آه نعم تفاصيل حق الوصول إلى المعلومة في العراق وحرية التعبير في العراق وتعرضت الانتكاسات عديدة منذ عام 2003 خاصة أن النظام الديمقراطي نظام ناشئ وأغلب وسائل الإعلام مملوكة لأحزاب والقوى السياسية فاعلة وهذه القوى والأحزاب تحاول أن توجه تلك الوسائل التي تكون مروج ومسوق لأفكارها لأيدولوجياتها وعقائدها وتوجهاتها السياسية والفكرية والاجتماعية لكن في ذات الوقت دائما ما يتم التعويل على الحكومة في اتخاذ تدابير من شأنها أن تحد من الضغوط التي تمارس ضد الصحفيين خذ مثلا القضايا التي ترفع ضد الصحفيين يعني السيد نقيب الصحفيين قال لسيد رئيس الوزراء أن هناك طلب إليه بأن يتدخل شخصيا أنا أتذكر في أيام الأولى لحكومة السيد حيدر العبادي أبطل جميع الدعاوة القضائية التي كانت مرفوعة ضد الصحفيين وأتذكر أن هناك دعاوة كانت مرفوعة ضد الصحفيين وأنا كنت من بين هؤلاء الصحفيين في الحكومات التي سبقت حكومة السيد العبادي أبطل السيد العبادي في تلك المذكرات اليوم نتمنى يعني ليس يعني السيد النقيب قال للسيد الرئيس الوزراء أن يوجه الوزراء بيعني هذا شيء جيد جدا بطلب أو سحب تلك الدعاوة أنا أرى أن معضدة لطلب السيد النقيب والنقابة وهذا طلب النقابة الدائم أن يقوم مجلس الوزراء وأمر من رئيس الوزراء بأبطال تلك الدعاوة ومنع الوزراء من رفع تلك الدعاوة القضاء العراقي الذي يميز القضاء العراقي بصراحة في موضوع الدعاوة القضائية ضد الصحفيين وأنه في الغالب يرد تلك الدعاوة أنا شخصيا لم ألمس أي دعاوة قضائية رفع ضد صحفي وحسب الصحفي أو عقد الصحفي وكان القضاء في الغالب يرد تلك الدعاوة ويبطلها ويمنحها من أن تأخذ مجراها لأسباب مرتبطة بفهم القضاء العراقي لطبيعة وحقيقة العمل الصحفي ودوره في ليس وقت التنوير وإنما محاربة الفساد والتنصيط الضوء على السلبيات ونقل المعلومات والحصول على تلك المعلومات وأيضا أتمنى من السيد الرئيس الوزراء أن يوجه الوزارات الدولة العراقية والمديريات والمؤسسات والهيئات بأن لا تحجب أن تكف عن حجب المعلومات عن الصحفيين وأن يلزم الجهات والمؤسسات بعدم رفع دعاوة قضائية ضد الصحفيين أنا أجد في بعض تلك الدعاوة نوع من التجني على الصحفيين بدلا من أن ترفع دعاوة قضائية ضد صحفي أو ضد استقصائي أصدر بيانا وضح المعلومة فيه مثل ما فعل السيد محافظة البصرة قبل مدة أصدر بيانا أوضح فيه بعض ملابسات طرحها أحد الزملاء الصحفيين وكان أمرا جيدا هذا الأمر مهم جدا أي أننا نمنع استغلال السلطة نمنع الوزير أو المسؤول أو المدير العام من أن يستغل منصبه لكي يرفع دعوة ضد الصحفي وبالتالي يعجز الصحفي ويمنعه من الحرية ويخيفه ويوجه رسالة إلى بقية الصحفيين ووسال الإعلام بأن هناك سلطة قمعية وأن هناك إجراءات قمعية رادعة تمنع الصحفيين من أن يمارسوا دورهم إذا كان هناك من شيء سلبي بالتأكيد نحن جميعا نرفض هذا الشيء السلبي لا يمكن لأحد أن يقبل أي سلوك يخالف القانون ويخالف التشريعات ويخالف الأعراف والتقاليد والعادات والقضايا التي تتعلق بالرمزية الدينية والأفكار على الأقل بمستوى نعيش من مجتمع وطبيعة الثقافة وأفكار سائدة لدينا تختلف عن ما في الغرب الذي يتيح حريات أكبر في هذا المجال لهذا السبب أنا أقول أننا يجب أن نلزم الوزارات والمؤسسات بالكث عن رفع الدعاوة لأن هذا مضيع للوقت واستهلاك للجهات القانونية داخل الوزارة وداخل المؤسسة وكأن مهمة هذه الجهات هو إخافة الصحفيين شكرا جزيلا إليك عضون غابة الصحفيين العراقين أستاذ هادي جلو مرعي